التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالسيد كاباندا كورهينجا جيلبرت وزير الدفاع الوطني والمحاربين القدماء لجمهورية الكونغو الديمقراطية والوفد المرافق له تناول اللقاء تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية ونعكاساتها على الأمن والاستقرار داخل القارة الإفريقية في ظل الظروف والتحديات الحالية التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالسيد كاباندا كورهينجا جيلبرت وزير الدفاع الوطني والمحاربين القدماء لجمهورية الكونغو الديمقراطية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا حيث أجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكل البلدين تناول اللقاء تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية ونعكاستها على الأمن والاستقرار داخل القارة الإفريقية في ظل الظروف والتحديات الحالية كذلك التفاهم حول زيادة أوجه التعاون العسكري والأمني بين البلدين في العديد من المجالات وأكد القائد العام للقوات المسلحة على اعتزازه بعلاقات التعاون العسكرية التي تربط القوات المسلحة المصرية والكونغولية في مختلف المجالات كما أكد على أهمية تنصيق الجهود العسكرية بين القوات المسلحة لكل البلدين وأشد وزير الدفاع الوطني والمحاربين القدماء لجمهورية الكونغو الديمقراطية بجهود مصر الداعمة لكافة قضايا القارة الأفريقية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار بها وتحقيق طموحات وتطلعات شعوب القارة معربا عن تطلعه لمزيد من التنصيق في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك حضر اللقاء الفريق أسامى عسكر رئيس أركاني حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكل البلدين